السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم جميعا في صفحة أعطائك والبوجيدة إن شاء الله في هذا الفيديو هذا سنشرح بعض الأسئلة التي وجدوا لي بعض الأصدقاء والمتابعين بزيارة التعليقات عليها ولقينا فائشك و إن شاء الله و إن شاء الله اللي أريد يخلني غير كومنتر و إن شاء الله إحنا نتكلفون رسلوني ماشي مشكل و اللي أعجبوا الفيديو لا يبقى بالمشاركة لكي تعمل فائد لعمر دي سيارتي خمسة سنين اللي سقتهم عيادة الوراق غادي نكون محتار المقانون كتنقصني ورقة واحدة كتنقصني أكثر من ورقة كيف ما كان عارف أخوتي أن السيارة عندها ربعات الوراق ولي كيمني كتوصل خمسة سنين ولي كتجاوز خمسة سنين كيولا عندها خمسة الوراق كتزاد شهادة الفحص التقني اللي كتولي سانوية من اللي عملها بالنسبة للسؤال هذا حاطين لكم كتنقصني ورقة واحدة ولي كتنقصني أكثر من ورقة ما نديروش أكثر من ورقة كتنقصنا ورقة واحدة ليشهادة الفحص التقني بالنسبة للسؤال عشرة حصلت على رقصة السياقة هاي ده الشهر فالتراق السرعة ديالي محدودة في تمامين كورومتر في السرعة تسعين مية مية وعشرين وما فالسؤال هذا كيقصدوك انتا كشخص اللي سيق ما كيقصدوش هما الطراق ولا الطراق بشحال ما حد الدفاع السرعة وما كيقصدوك انتا بشحال قانونيا خصك تمشي اللي عندك انتا اللا اخوة اخذ الرخصة ثلاثة شهر يعني غمشي بتسعين صعفة شي لكي منيني قصدوك كل يوم تسعين قصدو الطراق كل يوم مثلا كان طراق سيارة مية وعشرين طراق وطنية مية وما كيقصدوك انتا كتتحط تسعين السلام عليكم بعدين ما فيهاش النقاش بالنسبة للسؤال 14 الضريبة الخصوصية للسيارة خاصة تكون ملصقة على الججاج الامامي للسيارة من الواجب الاحتفاظ بها مع الوراق الاخرين دي السيارة ولا دي الساعق بالنسبة للسؤال هذا مع باقي السيستام مداش لهم يزعجوه باقي كتراح السؤال ولكن ما بقاش وليس مشكلة تديرها مع الوراق بلا ما تعلق كما تلاحظو دي بارا ما قاش من ما تعلق كنت كتتعلق في شحال عادي كانت كتتعلق ولكن دي با ما بقاش كتتعلق ولكن رب ادن الله غاد يتجدد نشاء الله غاد يوقع ميزاجور كامل التي استمدلت تعليم السياقة كل شي غاد تجدد بإدن الله في 2022 وهذا شي كامل غاد يتقعد بالنسبة للسؤال 15 خص السياقة من السنف بي كاسمح لي ينصق هاربة لنقل الأشخاص كتوفر زيادة على مقاعد السائق على 8 دي المقاعد 10 دي المقاعد مش حمو واحد كدل نيوم تسعود راهنا يحط لك واحد بحلقتي باي قول بوك مش حط لك زيادة على مقاعد السائق يعني انتق عدفش غيت تحطو 8 وماش يقالو لك مش حالك تهز السيارة مش مهمتي أقالو لك انتق قصدوك انتق عدفش قالك اش حالك تهزز معك كتكتب ليوم تمانية صعف هاتشي ليكي بالنسبة للسؤال 16 مستعمل الطريقة اللي قدامي بسموح لي يسوق بسرعة 90 كم في الساعة و 100 كم في الساعة بسموح لي ينسوق بسرعة 90 كم في الساعة و 100 كم في الساعة بالنسبة للسؤال هذا راك تشوفوا معي بلاق 90 في السيارة اللي قدامي ولكن السرعة محددة في 100 ولكن هالسيادة عنده عنده رخصة سياقة جديدة يعني غيمشي بتسعين اما انا كيف ما ذكره هنا يسموح لي ينسوق بسرعة ومكادر عليك كسائق ومكادرش عليك كأنك خديتي البيل كادر عليك انت كسائق هاش قالولك واش يمكن لي نمشي بالسعين كم في الساعة و 100 كم في الساعة انا كنمشي مع البلاق انا ما حددوش لي اش حال عندي يعني امتخذت رخصة سياقة هم حددوا لي حددوني كسائق يعني هنكتب اليوم نقدر نمشي بسرعة تسعين ونقدر نمشي بمية حياتش البلاقة فهمية هاتش اللي كي بالنسبة السؤال 17 عمر سيارتي 6 سنين هي لسقتها ومعايا هاد الوراق غادي نكون محتارة من القانون كتنقصنا ورقة واحدة كتنقصنا اكتر من ورقة كيف ما كتلاحظوا معايا في السورة كينة رخصة السياقة والضاربة ولا صورانس يعني اش حقصنا من ورقة حياتش السيارة جاوزت خمسة سنين ولو لت عندها خمسة سنين وتجاوزتك ولو عندها خمسة الوراق تم خاصني ورقات خاصني شاهدة الفحص التقني وخاصني ورقة الرمادية